تربول إحدى مقاطعات إينيدي غربة المتاخمة لشقيقتها الشرقية أكد فيها المحافظة محمد بركيا اللجي لوزير الثروة الحيوانية بأن غالبية السكان هنا يربون الإبل والغنم والبقر معا وتعد تربول من أغنى مناطق إينيدي غربة في هذا القطع وبالفعل قد شاهد الوزير بنفسه الكم الهائل للماشية هنا والنظام المتبع في الرعي هنا أثناء ذلك دعا الوزير المواطنين إلى مواصلة التحصين واحترام الإجراءات المتبعة منطقة أولى إحدى ضواحي كلايت لازالت عملية التطعيم تجري فيها على قدم الوساق بحسب منذوب الثروة الحيوانية بإينيدي غربة آدم طاهر لكنما رغم الصعوبات نحن في المناطق التراف المناطق واسعة جدا والنسبة للحيوانات كثيرة جدا ونقوم برغم الصعوبات نقوم بعملنا بطريقة جيدة أم شعلوبة بولاية بركو حازيت هي الأخرى أيضا بزيارة وزير السروة الحيوانية والذي تحدث مع الأهالي عن خطورة عدم التطعيم التي يمكن أن تتسبب في موت أكثر من 50% من القطيع مشددا على وضع علامة وشن في الأزن اليمنى للضائن والمعيز ترجمة نانسي قنقر